لمبارايات أمس والجزء الثاني سنتحدث فيه عن مبارايات اليوم المباراة الأهمة المباراة الحدث كانت في معقل ليفربول الأنفيلد وهذه الموقعة الكبيرة التي حسمها الردس هدفين مقابل سفر أمام الميرانجي أمام نادي القرن أمام النادي الملكي الذي كان لعبوه أشباحا اليوم ولم يظهر أي رغبة وأي تحدي وأي منافسة للفوز بالنقاط الثلاثة نادي ليفربول يثأر من ريال مدريد وصلاح يتذوق طعم الفوز أمام الريال في دور الأبطال لأول مرة تعليقك على هذه المباراة أمين فريق ليفربول يؤدي في البطولة والآن في دور أبطال أوروبا ضد الفرق الكبيرة أيضا يؤدي فريق ليفربول حتى وإن أدى شوط أول جيد ولكن كانت فرصتين فقط فرصتين أو ثلاثة كرت وصانع الفرق بالنسبة للريال تاكتل ليس بالمناطقي بالنسبة لفرق مثل حجم فرق ريال مدريد ولكن نعلم جيدا أن فرق ليفربول يمر بفترة زاهية ووجد سرعته القصوى سواء في البطولة أو في دور أبطال أوروبا لعبين يوجدوا في أوج العطاء أخص بدكري هذا كولمين صلاح روبرتسون منظومة دفاعية تشتغل بشكل جيد رأينا أيضا كامافينغا نقطة مضيئة بالنسبة لفريق ريال مدريد رغم الغيابات العديدة بالنسبة لمدرب إنشريليوتي ولكن هناك بعض السلبيات التي أعترت كثير من السلبيات التي أعترت على منذ خسارة برشلونا وأداء ريال مدريد متددب ليس بالأداء الجيد أمن هل كنت تتوقع قبل بداية هذه البطولة أن تعيش إلى يوم ترى فيه ريال مدريد يحتل المركز 24 ريال يوم سيده أوروبا في المركز 24 أي نعم ما زالت لديه حظوظ من أجل التآهل ما زال يمتلك في جعبته ثلث مبارايات يكفيه الفوز بمبارتين من أجل تأهل إلى الدور القادم لديه أطلنطا خارج أرضية ميدانه زالسبورغ بملعبه وبرست خارج أرضه يكفيه الفوز بمبارتين من أجل أن يتنافس في البلاي أوف على مركز أو على بطاقة تؤهله إلى الدور القادم لكن ما هي أسباب وجود الريال في هذا الموقف الصعب حقيقة محمد كما تكلمت وسبقت ما كان واحد يتوقع المرتبة اللي لو يحتلها ريال مادريد ما يخفى لك شو بللي هو المتحصل في النسخة الأخيرة على تشمبيونز ليغ لعب فارق القرن فارق دو مستوى عالي لعبين كبار يلعبوا فيه أنا نظن بللي بالك لحق المستوى هذا الموسم ما نشوفوا ريال مادريد على الموسم الفارد غيابات كثيرة ظهر مبابي اليوم نقطة ضعف تعريل مادريد اللي هو أسوأ لعب في اللقاء هذا كان ضيع ضربة جزاء لعود دورة المقابلة كان عد النتيجة هو أسوأ لعب في هذه قادمة؟ لا هو أسوأ لعب نعم بس كل يوم كنا نتكلمه من قبل قلنا بللي مبابي ما روش يلعب في المركز ديالو والمركز ديالو كما على بنا يلعب على الرواق الأيصر هذه هي القوى ديالو كما كنا نشوفه في البياجي وفي الفارق المتخب الفرنسي مليوما حقيقة ريال مادريد عاشها أمسية سوداء فارق ليفربول ريتم عالي طاكتيكيين هدفين مع الرأفة هدفين مع الرأفة وركلة جزاء ضائعة ليفربول يهزم صاحب 15 لقم تفضل الحجام أكيد محمد ولكن لما تحدث هل كان هل كان أمر متوقع أظن أنه من يتابع جيدا ريال مادريد كان يتوقع هذه الانتكاسة لريال مادريد خاصة مع الإصابات العديدة لضربة الفريق لا تنسى أنه مثلا في مباراة اليوم لما تشاهد فالفيردي أحسن متوسط ميدان عندك يلعب كظاهر أيمن في وسط دفاع عندك مدافع وسط وحيد وهو تابع الفريق الأول أسنسيو من الفريق الثاني مندي بدون تعليق مندي العفة في ريال مادريد هذه أكبر فضيحة في القرن الحديد غيابات رودريغ وفينيسيوز حجام لماذا لم يحمل مبابي ريال مادريد على كتفه مثل ما يفعل فينيسيوز جينيور عادة اليوم مبابي مثل ما قال أكساس واحد من أسوأ اللاعبين اللم يكن أسوأهم ضيع ركل الجزاء لم يسجل لم يجده ريال مادريد في الأوقات الصعبة لم يكن الرجل المنقذ كان سريع ولكن غير فعل مبابي هو ما روش قادر يرفض روحك فش رفض ريال مادريد مبابي في مباراة اليوم أضع غربة جزاء أضع فرصة محققة للتسجيل صفر صينة عالي الفرص صفر عرضية ناجحة 15 مرة أخسر الكرة ومرة تسلل كيف تستنى من اللاعب مبابي أكيد من نكروش أنه هذا يعتبر من أكبر موهب في كرة القدم لعب لقدر يفوزك بمباريات شاهدنا مثلا في نهاية كأس العالم مبابي سجل كولاتي أين لعب اليوم؟ ما هو مركزه؟ ما على بناش لا لعب على الجهة اليسرى لعب على الجهة اليسرى حبيت أن أخذك الوحد الزاوية اليوم لعب في الجهة اليسرى الجهة المفضلة حتى في وقت سابق في مباراة الماضية ضد السلطة يقول لعب على الجهة اليسرى وفينيسيوس لعب كرأس حربة نعم فينيسيوس ليرفد ريال مادريد على أكتافه وفي كل مرة يلعب في المنصب بتاعه هو اللي يفوز ريال مادريد المباراة الماضية ضحوا لعب كرأس حربة لأجل مبابي ومبابي مقدموا ألوه حبيت أن أقول لك بأن أعذار مبابي سقطت اليوم كما تسقط أوراق الخريف يعني لعب كرأس حربة قلت بأنه ليس مركزي لعب كمهاجم أيسر يجب نقله الآن إلى الجنح الأيمن ماذا؟ الجنح أيمن سيفري هو لعب كجنح أيمن أيام موناكو في البياجي يبدأ مع نايمار نعم إذا لم يصلح في الجنح الأيمن أين يجب وضعه؟ هل ما كانه سيكون الدكة؟ في الدكة لو اليوم فينيسيوس جينيور كان حاضر ورودريغو حاضر وكان عندك مدرب بقرارات صارمة كان يحطوا دكة أين كان فينيسيوس ورودريغو اليوم؟ أعطينا الصورة من فضلك فينيسيوس كان يشاهد المباراة من منزله صور موجودة نشاهدها هذا فينيسيوس والآخر مادريد وسقوطه الحر في تشمبيونس ليغ هذا الموسم أعطلنا تعليق هذه كانت بدأت تدخل فيارجل فونديك على ما أعتقد في سيارة مع فونديك قلبه على رأسه في تدخل دفاعي هذا يلخص وضعه حالة مبابي تصورة تلخص حالة مبابي مع ريال مادريد منذ انضمهم الفريق فرق في المستوى لما تكون تلعب في البطولة الفرنسية وتواجه نيم وران ثم تنتقل إلى نادي ريال مادريد أفضل نادي في تاريخ قوة القادمة تلعب ضد حتى في البطولة الإسبانية والمشكلة المشيفة في الخصون المشكلة بعيدا عن خصون العب ضد ريال مادريد المشكلة في الاستعمال المشكلة نفسية عندما تحدثنا في الجزء الأول من حصات اليوم حول المشكلة نفسية لمنشيستر سيتي تغلقت عليها مبابي نفس شيء نفسيا مبابي ما روش قادر يعيش خاصة أنه ضيارك للجازة وما روش قادر ما روش قادر يسجل ما روش قادر يدي حتى حاجة نعم نذكر فقط بأن ليفربول اليوم كسر سلسلة الهزائم المستمرة والمتكررة أمام ريال مادريد تخيلوا 15 سنة مرت بالتمام والكمال ونادي ليفربول